خمس سنوات خلت ولا تزال مدينة رأس العين ساريكانيه تنزف ألام الاحتلال التركي ووحشيته ففي هذا اليوم المشؤوم يستذكر الشعب السوري مأساة شعب هجر من أرضه وبيوت تحولت إلى رماد وأحلام سرقت في غمضة عين مدينة كانت تعج بالحياة أصبحت اليوم شهدة على جرائم حرب لا تنسى وسط صمت عالمي مقيت في هذه الذكرى الأليمة وفي مشهد مؤثر يعكس عمق المعاناة خرج المئات من أهالي مدينة رأس العين ساريكانيه المهجرين في مخيم يحمل اسم مدينتهم في الحسك شمال وشرق سوريا في وقفة احتجاجية حاشدة رفعين لافتات وشعارات تطالب بإنهاء الاحتلال التركي وإعادة المهجرين إلى ديارهم مؤكدين تمسكهم بأرضهم وحقهم في العيش بكرمة وأمان اليوم مرت خمس سنوات من وقت نزوحنا من بلدنا رأس العين ومن أرضنا ولا زلنا مهجرين في كل مكان نطالب بعودتنا إلى أرضنا ومنازلنا يعيش هؤلاء المهجرون الأبرياء تحت سماء الخيام التي لا تقيهم حرا ولا بردا ويعانون الأمرين وهم يشاهدون بيوتهم تنهب أراضيهم تندس ومع كل يوم يمر تتجدد آلامهم وتزداد مطالبهم الحاحا إنهم يطالبون العالم أجمع بإيقاف هذه المأساة وإخراج المحتل التركي من أرضهم ليعودوا إليها ويعيشوا بكرمة وأمان نحن باليوم هاي صار السنة الخامسة نحن تعظل الاحتلال التركي اللي هاجم أراضينا وهاجم علينا وخلانا بالمخيمات الناشد هذا الدول العالم أنه ترجع حقوقنا وكل ياتنا نحن واقفين بدنا رأس العين بدنا مناطقنا بدنا بلدنا نحن ما عدنا نقبل نعيش جوى الخيمات بدنا بلدنا إذا بي دول تناشد نحن بدنا بلدنا بدنا رأس العين إن استمرار الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال التركي بحق أهل رأس العين سريكانه يشجع على المزيد من الانتهاكات ويؤخر تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لذا فإن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته والضغط على تركيا لإنهاء احتلالها لجميع الأراضي السورية المحتلة والسماح للمهجرين قصرا بالعودة إلى ديارهم وأن حق العودة هو حق أصيل لا يمكن لأحد أن ينتزعه ولا يسقط بالتقادم واستصمت وتخاذل دولي خمس سنوات لا يزال الاحتلال التركي يستولي على مدينة رأس العين سريكانه بعد أن هجر أهلها قصرا تحت الخيام يتأملون العودة يوما ما هذه خليفة اليوم الحسكة